يحاول الفلاح أحمد مواجهة أزمة المياه بسقي مزروعاته باعتماد أنظمة التنقيط بالمرشات المائية إلا أنه يواجه صعوبات في تنفيذ ذلك في ظل غياب الدعم الحكومي والتسهيلات اللازمة لاعتماد وسائل الري الحديثة عملية مكلفة يعني صواندات وآلات أجهزة وسماد وآلات مضخات يعني فمكلفة فهاية مثل ما يقول مو ناجحة أدنسة حالياً لأملية التقطير أدنسة ناجحة مثل ما يقول مثل نسوي حوض نجمع بين ماء ونفك على طريق الكاك يروي أحسن وأسرع يعني حد الآن ما وصل لا كيماوي لا دوة لا مضخات مثل ما يقول الجسم الدوة كل شيء ما كوي يعني مثل ما يقول كلها من جيب الفلاح وفي إطار التوجه الحكومي لزيادة المساحات الزراعية سعت وزارة الزراعة إلى تعميم تجربة الري بالطرق الحديثة وعدم اعتماد الطرق القديمة لمنع إهدار كميات كبيرة من المياه شحل المائية اللي ألقت بضلالها على كل العالم طبعاً التحول اليوم من الري السيحي إلى الري الحديث من طريق المرشات الثابتة والمرشات المحورية والتنقيط لا بد منه يعني لتقنين استخدام المياه الموجودة وزيادة المساحات الزراعية العمل الزراعي يحتاج لعوامل الإنتاج وعوامل الإنتاج غالية الثمن لا يستطيع الفلاح توفيرها بشكل كامل فأحنا نناشد جهات الرسمية متمثلة في وزارة الزراعة بتوفير على أقل المستلزمات الاستراتيجية التي تجعل الفلاح يستطيع أن يتوسع بالعمل للزراعة ويقنن من استغلاله واستخدامه لمياه الري وضمن خطتها لمواجهة أزمة المياه استوردت وزارة الزراعة أكثر من خمسمائة ألف منظومة ري حديثة تعمل بطريقة التنقيط والرذاذ لضمان زراعة أكثر من ثلاثة ملايين دونم زراعي خلال الموسم الحالي ويوفر الري بأنظمة التنقيط والطرق الحديثة أكثر من خمسين بالمئة من إجمالي كمية المياه التي تهدر باعتماد الطرق التقليدية كذلك تسمح أساليب الري الحديثة بتقليل كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة نجاح العابدي الحراء البصرة